انا حاجة دل معاك شوية معلش يعني انا طبعا بتبنى يعني دي مش وجهة نظري انا بتبنى وجهة النظر اللي ممكن ترد على حضرتك على الهوى دلوقتي ايه 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 انه لا بالعكس دي حاجة حلوة جدا ان الام تكون متعلمة طبعا وتكون مصقفة وتكون اه زو اه مش لازم يبقى عندها الخبرة في الاحتكاك في الشارع ولكن من وجهة نظره انه انه حاجة كويسة انك انت لما تيجي تربي الولد ولا البنت وهي انت بتذكر لهم وانت بتربيهم دي حاجة كويسة انك انت تبقي ان انسانة متفتحة ومصقفة وانت بتعليه بس عمل المرأة لا يمنع ذلك بدليل انك بتلاقي ناس متفوقين في اماكن كتير ولسه اخيرها دورة الالعاب العربية اللي جابولنا لدهب سبع مادليات كل امهاتهم بيشتغلوا ده 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 حضر كل مادليات الدهب يعني يا لقص ده اقول لحضرتك كل اللي جابولنا الانتصارات دي اللي رفعت عالم مصر كلهم امهاتهم بيشتغلوا وقالوا انه امهاتهم ما بيسيبهمش لحظة وانهما اللي تبنوهم هما السبب في تفوقهم الرياضي نفس الحكاية هتلاقيه في التفوق العلمي ده لا يمنع ان الربات البيوت او اللي بيتزروا حياتهم لولاد بالعكس اناقصه ده اقول ان من ترى انها تستطيع ان توفق بين الدوري يبقى خير وبركة يعني بالعكس يعني احنا ما ناخدش موقف من المرأة العاملة ونقول ده بيتها بيزيع وده اللي حتضيع بيتها حتضيعه حتى هي قاعدة فيه يعني مش الشغل هو المشكلة المشكلة في الشخصية نفسها نعم يعني هي مش حالة عامة هي كل شخصية لها قدرة ولها نوع من الاداء فبالتالي الحكم ما يبقاش بتشتغل ولا تشتغلش الحكم على مفهومها وثقافتها وقدرتها يعني ده هو العدل يعني لكن اللي انا عايزة اقوله كمان انه حتى بعيدا عن بتشتغل او ما بتشتغلش حكاية ان احنا نقول تقعد في البيت علشان تسيب فرصة للشباب يعني هل مثلا حتقارن بين ست بتشتغل بقالها عشرين سنة انا حتقول لها عودي في البيت عشان الشاب اللي لسه تلعب هو لا يملك نفس خبراتها واداءه مش هيكون زي اداءها يعني انا اقصد انه احنا برضو حنرجع تاني نقول مفهوم العدل لو طبقناه انه ما بصش للجنس ولا اللون ولا العقيدة ابص للكفاءة فقط احنا مجتمعنا حيستفيد اكتر لو احنا نظرنا للكفاءة فقط لو بنتكلم يعني استحمليني لو بنتكلم في الجزء الخاص بالكفاءة الكفاءة معناها ايه معناها ان ست دخلت المدرسة وخلصت سنة عاملة ودخلت كلية وتخرجت وعندها الكفاءة انها تشتغل احنا نسبة الامية عندنا اساسا كبيرة وعندنا بقى نسبة الفلاحين اللي بنحترفهم كلنا وبنحترف السيدات اللي موجودين في القرى والنجوع واللي هي نسبتهم الاكبر مش الكم مليون اللي هم بيشتغلوا هنا في القاهرة او في اسكندرية او في الكذا دول نقول عنهم ايه او نوجه الرسالة ازاي ليهم انا هقول لحضرتك بقى في الفلاحين وفي السعيد المرأة لها احترام وليها معاملة احسن من المدن مليون مرة يريد في المدن يعملوا المرأة زي ما بيعملوها في الوقت هو على مستوى في مرأة كله لازم بيبقى في الاحترام ولكن انا بيكلمش في الاحترام لها مكانة قوية يعني يأخذ رأيها لها مكانة يعني وخصوصا في السعيد بتاخذ رأيها مع جزهة وهي قاعدة في البيت وهي قاعدة هي صحبة القرار هي صحبة القرار هي لو رفضت شيء خلاص يعني هي لها مكانة قيادية في بيتها وفي المجتمع يعني الامر مختلف يعني انا زرت تقريبا كله محافظات السعيد الحقيقة بهرت يعني احنا فكرتنا مختلفة المدن هي اللي فيها المشكلة بكل اسف المدن هي اللي فيها المشكلة مش القرى او مش الريف المصري لكن هو الخطاب احيانا بيكون مطلوب توجيهه بكل اسف يعني بكل اسف وانا ليه جملاء مثلا في الجرنان مطلوب للمثقفين ايضا وليس للأنصاف المتعلمين او المتعلمين تعليم بسيط انه بعض المثقفين او ناس يعني متعلمين وبيعملوا في مراكز مرموقة هم برضو بيقولوا زي ما حداك بتقول كفاء عليكم كده كفاء عليكم كده يعني كفاء عليكم كده ايه ما تزحميش بقى في المناصب العليا كفاء عليك كده عدوا في بيوتكو احسن يعني ده كلام بيتقلنه يدخل حداك بعد 30 سنة من العمل ده كلام بيتقلنه يعني نوع من الهزار يعني لكن ده الفكر ده الفكر وده الفكر وبعض الاحام بيبقى بسبب او باخر مسلا في انه كنتو وصلتو كمرأة يعني انه كنتو بتاخدو حقوق كتيرة جدا حتى في الناحية القضائية او ناحية دي مش حقوق دي مش حقوق يعني انت مش خدت حقوق كتير انت في ضل تمانع ان الستة تبقى قاضية كل الدول العربية وبعض الدول الافريقية بقى فيها قاضيات يعني انت لما يبقى عندك مستشارة تستحق انها تكون قاضية بتاخد حد اقل منها وما بتاخدهاش هي لانها ست انت بتعقبها ليه ربنا اللي خلقها ست وخلقها ايضا ذات عقل وادرت تتفوق وادرت تبحث وتدرس يعني وصلت لمكانة معينة هل يتم تجاهلها لانها امرأة؟ يعني انا برضو عايزة ايه احنا حيتصلح حال المجتمع لما نبطل تصنيف الحقيقة يعني التصنيف هو مقساتنا انه لازم طول الوقت بنقسم فرق هو ده اللي عامل فينا التقسيم اللي احنا فيه دايما فرق ده راجل ده ست ده مسيحي ده مسلم ده مع السورة ده ضد السورة ساعة ما هنبطل التصنيف ده ونبصل الموضوع يعني بشيء من الموضوعية اكيد امور كتير هتتصلح في المجتمع ومنها كيفية معاملة المرأة وكيفية منحها سواء حقوق او منحها ما تستحقها استاذ اهبة عمر نائب رئيس تحرير اخباري اليوم شكرا جزيلا لحضرتك يا فنم وسمحيني ان انا بجادل لما دايما عايز احب ان انا يبقى فيه وجهة نظر اخرى طبعا طبعا حيث انك تقدر تردي على ناس ممكن تكون شايفانا دلوقتي وتسمعنا شكرا جزيلا لحضرتك يا فنم شكرا لحضرتك يا فنم شاهدين اراج سعيد نتمنى كل التوفيق للبرلمان الجديد نتمنى كل التوفيق للاخوان المسلمين والسلفيين انه هما يقدروا يديروا البلاد بشكل صحيح ولكن اتمنى في نفس الوقت انه البرلمان اللي جاي يبقى فيه زي ما نقولت المرة اللي فاتت يوم الحد يبقى فيه نسبة من سباب الثورة اللي ما هلهمش اي حقوق في الوقت الحالي في انه هما يعبروا عن نفسهم يعبروا عن خيالهم في مستقبل مصر انهما يتعينوا بشكل او باخر في المجلس مجلس الشعب القادم ومن كلامي مع الاستاذة هيبة برضو اعتقد ان احنا محتاجين نزود نسبة السيدات داخل مجلس الشعب القادم وما ننساش برضو القباط انهما لازم مفروض يبقوا برضو ممثنين جوا مجلس الشعب نهاركو سعيدا